أول ما خلت وأنا بسمع بشي اسمه فلسطين فكان إنه فلسطين 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 بلدك انت لاجئ انت كذا أنا كنت صغير ما أعرف هالأمور أول زيارة قمت فيها على حدود فلسطين على حدود لبنان اللي هي مارون الراس بتطلع فلسطين كنت أول زيارة إلي لهناك كان عمري تقريبا شي 16-17 سنة عدت هناك وتقريبا فيك تقولي دمعوا عيوني يعني إنه هديك أرضك وإنتي مش قادرت تفوتها فيه سياج فاصل وبدك تكون بعيدة عن السياج لأنه كتير أبصر أكمية متر فإنه هناك بلشت أفهم شوي إنه أرضك ومش قادرت تدقرها أو تفوت عليها نزلنا نزلت أنا بنا نتفرج مع الشباب إنه شوف كل إن تحت قواقفين وعم بيراجدوا أول ما نزلت طلعت هيك على الشباب والصبائي إنه كل إن عم بيراجدوا ما حدا ملته ما حدا كل واحد إنه ماسك حجر وعم بيرمي بكل طاقته بدي يوصل الحجر لأكتر مكان بقدر يوصل عليه أو يحاول يسيب إنه هاد الجند اللي متخبي وراء الشجر أو وراء الحجار فأنا هي صورة أحمل الحجار وقرمي معين ليه؟ ما بعرف شي زي كأنه شي بالقرد وعم بشدني ننسيت فكرة شي قسمه موت ننسيت شي قسمه تعب ننسيت شي إنه أنا قاطع سبعة كيلو ومشي من الجبال حتى أوصل لهذه النقطة ننسيت شي قسمه تعب صورة أحمل الحجار وقرمي معين أحمل الحجار وقرمي معين يحمل الجريح أحمل معين ووصله نرجع نضل الراجد ننسينا شي قسمه موت يعني شعور إنه شعور زي كأنه عم بشدك إنه الأرض عم بتشدك عم بتقول لك تعالي كفلسطيني يمكن ناجي بساعات بعض بيفكر إنه طب إنه هذا الغلط إنه سوولي قابلنا سوولي إنه من ستين وسبعين سنة زي إنه الكبار الأجداد إنه هن غلطوا هن لي طلعوا هن لي ما ضلوا وأنا شو زنبي إنه هن بعض ما هن طلعوا أنا دا عود أحرر فيها اللي ترى كل يلعبي قراحوا لكن في شي الإنسان بيخلق ساعات بظروف بيلاقي الشي محكوم لإله إنه زي كأنه مرض نحنا عم نحاول إنه نعالجه يعني الإنسان بس يمرض ما بكون هو حابب إنه يجي المرض إنه أنا مريض ماشي؟ إنه هل أنا خطرت المرض لإلي؟ لا أنا ما خطرت المرض المرض إجا لحاله نفس الشي إحنا خلقنا لقينا في مرض بقلب فلسطين لهو الاحتلال همينه مرحوظة لدينا في مرض بقلب فلسطين وفلسطين ليس جدا وفلسطين اشتركوا في القناة